بحث وزير الخارجية محمد الحضرم اليوم مع سفراء مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بلادنا بحث معهم المسردات على الساحة اليمنية ومسار تنفيذ اتفاق رياض والعراقيل التي تحول دون التسريع في تنفيذه واستعرض وزير الخارجية جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة واشار وزير الخارجية إلى أن المجلس الانتقالي يضع العراقيل في طريق تنفيذ اتفاق رياض وتحول دون أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة على التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق رياض وفقا لنصوص ومضامين بنوده كون ذلك يمثل نقطة تحول كبيرة للمحافظة على الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية وتوحيد جهود التصدي للمشروع الحوثي الإيراني ترجمة نانسي قنقر